الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة بشأن تطوير القاهرة التاريخية من جميع الأوجه وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين شدد الرئيس السيسي على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة لمدينة القاهرة التاريخية مع تيسير حياة المواطنين هذا وتناول الاجتماع أيضا جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر حيث اطلع الرئيس السيسي على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة جامعات الجديدة على مستوى الجمهورية أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم واحد لسنة 2024 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكومة عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين 25 يناير الحالي هذا وقد نشر القرار في الجديدة الرسمية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادي وتحقيق الإصلاح الهيكلي يعتمد على القطاعات الأساسية التي تعتبرها الدولة ذاتة أولوية منها الصناعة والزراعة والاتصالات وخلال مؤتمر صحفي بعد تفاقضي مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظة الأسكندرية والبحيرة أشار مدبولي إلى حرص الدولة على تطبيق أحداث نظم الرئي الحديث في استخدام المياه بخلاف نظم التقليدية وأضاف مدبولي أن في الفترة الحالية تغير كل شيء بنظام التطبع والتكويد لافت إلى أن الحكومة على دراية بكل شحنة خارجة من أي مكان لافت إلى أن الحكومة تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص استهدفت طائرات ومدفعيات الاحتلال مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف متواصل على شرق خانيونس وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية قصفت منزلاً غرب مدينة دير البلح وسط القطاع ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على مخيم المغازي تظاهر ألاف المؤيدين للفلسطينيين في واشنطن ولندن ومدن أخرى في إيطار يوم التحرك العالمي للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ففي واشنطن لوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية بينما تجمع المتظاهرون ومعظمهم من الشباب في مسيرة تضامنية وهتفوا مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار وحملوا لافتات وملصقات كتب عليها فلسطين حرة أعلنت الشرطة في الإكوادور إطلاق صراع 11 حارساً احتجزهم نزلاء رهائن في سجن أزميرال ديسا وكان هؤلاء الأشخاص ضمن 158 حارساً وعشرين موظفاً إدارياً جرى احتجازهم رهائن منذ يوم الاثنين في سبعة سجون على الأقل وستصعد حاد في أعمال العنف بالدولة الوقاعة في أمريكا الجنوبية تعهد لاي تشينج تي الفائز بانتخابات تايوان الرئاسية بالدفاع عن جزيرة المتمتعة بحكم ذاتي في مواجهة تهديدات الصين التي تصر على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها وقال لاي تشينج تي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي في كلمة أمام أنصاره أنهم مصممون على حماية تايوان من تهديدات الصين المستمرة وترهيبها على حد قوله مهني أن الشعب بنجاحه في مقاومة جهود قوى خارجية للتأثير على هذه الانتخابات ورياضياً يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة نظيره منتخب موزنبيق في أولى منافسات المجموعة الثانية من مصابقة المقامة في كوتيفور وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات موزنبيق وغانا وكاب فردي ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر